السلام عليكم اهلا بك بشمانديسة في المحاضرة رقم 18. هنتكلم في المحاضرة بتاعت النهاردة عن ودي مفاهيين بتستهدم شكل كبير في وبتستهدم شكل اكبر في بالنسبة للحاجات اللي مفروض نطلع عارفلنا من المحاضرة بتاعت النهاردة هو اول حاجة انا بيكلمك عن الانواع المختلفة من اللي هي بتكون وكمان وانا بيتكلم هناخد اكزامبل دلوقتي وهنعرف الفرق ما بينهم بعد كده بيتكلم ازاي ان احنا بنستهدم عشان نعمل او موديلنج للكنتورز برضه هنعرف دلوقتي الفرق ما بين الكنتورز وي وبعد كده بيتكلم عن هنا طبعا المحاضرة بتاعتنا كلها مبنية على ان احنا عندنا مجموعة من وبنبدأ ان احنا نلعب في الشكل بتاع الكوربز دي يعني بنعمل فيها انتربيوليشن بناء على الكنترول بوينتس اللي بتكون موجودة في الكورب نفسه برضه هناخد اكزامبل على الكلام ده دلوقتي وهنعرف الانواع المختلفة من الكنتينوتي اللي هو السي زيرو والسي وان والسي تو بعد كده بيبدأ ان هو يتكلم عن البيهيفيور الخاص بالهيرمت كورب و طبعا دي برضه انواع مشهورة جدا من خاصة في الكمبيوتر جرافيكس انا دي عادية خالص والاسمة بتاعت الالجوريزم دي متسمية على حسب الناس اللي عملوا الالجوريزم نفسهم فبالنسبة للهيرمت انا عشان اعمل كورب لازم يكون عندي على الاقل ويكون عندي كمان اه او المماز بتاع كل موجودة عندي وخلاص بيبدأ بقى بناءة على دولة والتانجتس اللي موجودة عندي بعوض في بتاعت الهيرمت فبقى لان هو رسم لي الكورب اللي انا عايزه فممكن اعمل اكتر من كورب واعمل لهم جوينينج بناءة على الكورب اللي هو السي زيرو او السي وان وهكزا وبعد كده هنا بيتكلم عن البيزير كورب اه هنا طبعا اصده بالفاملز دي انه هو البيزير كورب ممكن يعمل لي اكتر من شكل بمعنى ان هو يعمل لي كورب على شكل كوادراتيك او كورب تاني على شكل كيوبك هنشوف الكلام ده كله دلوقتي وبعد كده هنا بيتكلم عن الكاتمر روم وبعد كده اه كمان بيتكلم عن البيزبلاين واخر حاجة خالص هيتكلم عنها هي الفري نت اه فريم تمام طيب اول حاجة هنا بيبدأ بقى يعرفك ايه هي الكنتورز وبيقولك ان في نوعين من الكنتورز اللي هو الابن كنتورز والكنتورز بالنسبة للكنتورز دي احنا بنستخدمها في الكمبيوتر بشكل كبير بعد ما بنعمل يعني مثلا لو انا عندي صورة والصورة دي قلتلك عايزين نعمل عليها او عايزين نطبق الكنتورز عليها فاللي بيحصل ان انا باخد الصورة دي بعد كده بحاولها بعد كده بحاول بعمل لها يعني بحدد مثلا قيمة كده ولياكم مية سبعة واشرين في اي بيكسل في تحت المية سبعة واشرين هتبقى في فوق المية سبعة واشرين هتبقى في بالطبع دي كده انا عمل بعد ما بطبق بروح بقى اعمل بتاعتي فبلاقي الكنتورز بيطلع لي بتاعت الابجكت فتبقى حاجة مسلا بالشكل ده كده على ورقة الشجرة كده مسلا يعني بعد ما بطلع بقى الكنتورز كده بالشكل ده على بروح اعكسها على الصورة الاصلية وببدأ كمان ان انا اعمل بحيس مسلا لو انا هستخدم اه لو انا مسلا عايز اعمل على الابجكت بتاعي فبقى بس اخد نقطة هنا من بالنسبة للكنتور نفسه ونقطة مسلا من وببدأ ان انا ارسم الريكتانجل وبعمل ده في كلها المهم يعني ده استخدامه في الكمبيوتر فيجن وهنا بقى بالنسبة للشجرة او ورق الشجر ده هنا وهنا لان هنا اتلاقي ان الكنتور اللي هو باللون الابيض مفتوح من الجزئية دي تمانا اه يبقى ده كده الفرق ما بينهم اه طيب منقولها بالمرة برضو موضوع اللي احنا بنجيبه من هنا من البيزير كيرف هنتكلم عنه بعد شوية لو انا قلتلك عايز اعمل او اطلع الكنفكس هال للأوبجكت ده اللي هي الايد بتاعت الشخص ده فالكنفكس هال الفرق ما بينها وما بين الكنتورز ان الكنفكس هال مش بتاخد الزوايا المتدخلة في الحسبان بمعنى لو احنا عايزين نرسم الكنفكس هال هنا فهتلاقي ان الكنفكس هال اول حاجة بيبدأ من عند البوينت دي مسلا تمام وبعد كده بيجي هنا بيمشي على الحواف او بتاعت اللي هي الحواف الخارجية فقط تمام بالشكل ده كده وبيبقى كده طلع الكنفكس هال ده الموضوع ببساطة يعني طيب بعد كده بيبدأ انه يتكلم بقى عن آآ وبيبقى يتكلم عن والبارومتريك والامبلسيت طبعا هنا دي الاكوىشن آآ عندنا هنا معينا اللي هي الواي بتساوي دي مسلا لو هي كانت آآ او الواي هنا مسلا لو كانت عبارة عن معادلة اللي هي الواي بتساوي ام اكس بلاس بي اعت awfully ان فيشن دي الواي هنا بنقول عليها والايكس بنقول عليها طبعا الواي هنا بنقول عليها لان القيمة بتاعت الواي بتكون معتمدة على الناكس انما الاكس دي مش مؤتمدة على حاجة يا قيمة قيمة بتكون موجودة عندي في الديتا يعني. تمام? فلزلك بنقول عليها الاندبيندانت والام ده هو بيمثل بتاع الاين صابع الاين كان طالع لفوق بالشكل ده. فبنقول عليه او نازل كده بنقول عليه بتاعه بيكون او بتاعه وهنا بتمثل يعني مسلا ده احنا قطعنا في النقطة دي بالتحديد. يبقى هي دي القيمة بتاعته. طبعا? المهم يعني انشاهد من الموضوع او خلاصة الموضوع بالنسبة للي عايز يوضحولك هنا كمان من خلال اللي هو اراسمها دي بيقولك ان معناه ان هو كل قيمة بيكون ليها قيمة واحدة على وي. وكل قيمة بيكون ليها قيمة واحدة على الكلام ده معناه ايه? خلانا نمسح كده عشان نوضح. مسلا مسلا لو انا اخد النقطة دي بالنسبة للي يعني. لان اطلعت كده على اللاين وعملت لها ما بينج مسلا على الواي عشان اشوف النقطة دي في ان? سوري مش بعرف اكتب بالماوس او يعني. المهم هنا عندي النقطة على للاكس عملت لها على الواي. مادي دي مسلا kalau ودي Y ONE. فاتلاقى انه هنا بالفعل قيمة واحدة والي إكس واحدة بس هي وليها قيمة واحدة على لواي نفس الكلام بالنسبة للاواي لو انا مسلا عندي نقطة دي على لواي. بهمش كده على اللاين وبعا اكامل على الاكس. هتلاقى برضه ان الواي اللي همعños ليها وي اتنين لها قيمة اكس اتنين هنا. فدي خلاصة الموضوع بالنسبة لكس بليسد. كل قيمة في الاكس بيكون لها قيمة واحدة على الواي والعكس صحيح. الامبليسد بقى عكسها. تعالي نوضحها على البنت اكتر. لو انا مثلا عندي دايرة. اه انت عارفة طبعا المعادلة بتاعت الدايرة اللي هي بتكون اكس موانس الاكس سي سكوير بلس الاكس سي دي اللي هي السنتر يعني بتاع الاول نقطة بالنسبة للسنتر بالنسبة للدايرة يعني. واي مونس الواي سي سكوير ودي النقطة التانية بتاعت السنتر. بتساوي الكلام ده بيساوي الواي الراديوس. تمام? اه فلو افترضنا هنا مسلا ان السنتر بتاع الدايرة اللي هو الاكس سي والواي سي لو السنتر دا كان مسلا عند الزيرو والزيرو. وجيت رسمت السيركل دي. هتلاقي فعلا السنتر بتاعه اهو. هنا عند النقطة دي اللي هي زيرو. وزيرو. تمام? وطبعا دا كده بيعتبر الار. طيب. اه فالشاهد من الموضوع هنا ايه بقى? او اه الفكرة بتاعت الاكس بليسيت. او سوري سوري اللي هو الامبليسيت. لان الاكس بليسيت خلاص اتكلمنا فيها. وقلنا ان كل قيمة اكس لازم يكون لها قيمة واي. وكل قيمة واي برضو لازم يكون لها قيمة اكس واحدة فقط. انما هنا بقى في الامبليسيت. لو جيت مسلا بسيط على السيركل دي. لو هناخد مسلا اي قيمة اكس. خلينا اجيب مختلف شوية. وليكن قيمة الاكس دي. تمام? قيمة الاكس دي. لو طلعنا فوق كده عملنا مع السيركل. بعد كده خلنا يمين. هتلاقي ليها قيمة هنا على الواي. اللي هي القيمة دي مسلا ممكن نسميها واي وان. ولو نزلنا تحت كده عند السيركل عملنا برضو مع الواي. هنلاقي ان هي اللي هي قيمة تانية برضو للواي. اللي هي واي تو. فازن قيمة واحدة بس لل اكس. طلع ليها قيمتين للواي. ونفس الترامة هيكون برضو بالنسبة للواي. هتلاقي يا لقمتين على الاكس. لذلك احنا لو جينا كتبنا المعادلة بشكل تاني هيكون مسلا عندي اكس سكوير بلاس واي سكوير. الكلام ده بيساوي الار سكوير. تمام? ولو جيت مسلا قلتلك ان احنا عايزين نطلع القيمة اه الخاصة بالاكس الواحدة. فهيكون عندي مسلا الاكس. لو انا عايز افصل الاكس الواحدة. الاكس هتساوي جزر. الار سكوير. ماينس الواي سكوير. تمام? وطبعا هنا برا هنا في بلاس او ماينس. بلاس او ماينس دي خلاص اعتقد احنا فهمنا فكريتها. قلتلك من شوية ان قيمة الاكس هيكون لها قمتين على الواي. مرة اه واحدة بتكون ومرة واحدة بتكون نيجاتيف. عشان كده هحطين هنا بلاس او ماينس. نفس الكلام بالنسبة للواي بقى. لو انا عايز اطلع الواي لوحدها هيبقى بلاس او ماينس جزر. الار سكوير. ماينس الواي سكوير. فده يعني لو هنصمرايز الموضوع خلاصة الموضوع يعني كل قيمة اكس بيكون لها قيمة واي واحدة فقط. والعكس صحيح. انما بتلاقي ان الاكس ليها اكتر من قيمة على الواي. والواي ليها اكتر من قيمة على الاكس. ده الفرق ما بين الامبليسيت والاكس بليسيت. لذلك هو عاملك هنا دايرة وبيقول لك ان الاكس بليسيت ما بيعرفش ان هو يعمل لحاجة زي كده. تمام? ده طبعا اللي بيتعامل معاه هو الامبليسيت. اه الحاجة التالتة اللي نتكلم عنها وهي بالنسبة لللاين. اللاين بتاعي لو مسلا لو انا عايز ارسم لاين في الفراغ. اي لاين عشان اعمله او عشان ارسم لاين لازم يكون معايا على الاقل او او يكون معايا تمام? فلو انا مسلا عند لاين بالشكل ده. وعندي مسلا نقطة موجودة على اللاين ده. النقطة دي ممكن نسميها بي. لها مسلا احداثيات اكس. نو وي واي نو. وكمان لها زد نو. تمام? احنا قلنا عايزين نرسم اه لاين في الفراغ فلازم بيكون لي اه سري بوينتس اكس واي وزد. تمام? يبقى دي كده نقطة انا عارفها موجودة على اللاين ده. آآ فممكن نفترض برضو ان احنا عندنا نقطة تانية. النقطة دي موجودة هنا. الاحداثيات بتاعتها ممكن برضو هنا نقول البي دي بي نو. ماشي دي بي نو ودي بي. آآ الاحداثيات بتاعت النقطة دي اللي هي اكس وواي وزد. تمام? يبقى ده كده ده كده يعتبر ما بين التو بوينتس دول. تمام? واي فيترو او اي فيكتر في العموم بيكون بيكون في فيكتر تاني موازي دي. بمعنى ان انا ممكن مسلا افترض ان الفيكتر ده هو موازي للفيكتر ده. اللي هو مسلا يعني اللاين ده ممكن نسمي اللاين ككل. والفيكتر ده اللي هو موازي للنقطة اللي هي بي نو بي. ممكن نسمي مسلا الفيكتر ده ام. تمام? فالمفروض بقى الفيكتور اللي هو ام ده باضربه في قيمة. القيمة دي مسلا ممكن يسمها تي. في ام الديني الفيكتور ده. يعني هو اصل الاتنين ما فطه المفروض الاتنين معاملين بشكل او بشكل متوازي. تمام? فانا لو عايز من الفيكتور اللي هو ام. اوصل الفيكتور اللي هو بي نو بي. فالمفروض الفيكتور الام ده باضربه في قيمة. القيمة دي مسلا ممكن تكون اه اي اي قيمة يعني. المهم ان هي لها معانا والقلمة دي بنجابها. القلمة دي بيكون اسمها تي. المهم يعني ان الام دي بضراوها في تي. فبتديني الفيكتور اللي هو بي نو بي. فانا ممكن نقول مسلا او نستنتج ان مسلا الفيكتور اللي هو بي نو بي. ده فيكتور اهو. اللي هو متوازي مع الفيكتور التاني اللي هو الام. فامتا بقى? امتا الفيكتور اللي هو بي نو بي ده? هيتساوى مع الفيكتور اللي هو ام. هيتساوى يعني اقول ان البي نو بي الفيكتور ده كده. هيتساوى مع الام لما اضرب اطلع او اللي انا اضربه في الام في يوم يديني الفيكتور التاني. فالسكيلر ده مثلا ممكن نسمي تي. ونضربه في الام. ففي الحالة دي هيكونوا الاتنين بيساوي بعض. فاللي انا عايز اعمله دلوقتي عايز اطلع للفيكتور اللي هو او عايز اطلع لللاين ده. اللي هو اللي اسمه ال. تمام? ازاي هنعمل كده? هنطلع هنطلع لللاين اللي هو ال. بدلالة الفيكتور اللي هو الام. الموازل الفيكتور اللي هو البي نو بي. فاللي احنا هنعمله هنطرح البيينتس دي من بعضيها. هنقول مسلا الاكس ناقص الاكس نو. بعد كده الواي ناقص الواي نو. والزد ناقص زد نو. تمام? كلام ده هيساوي. تي. تي هننزلها زي ما هي. مضروعة في الام. طبعا الام دي اللي هو اللاين ده واللاين هنا مجموعة بوينتس يعني. كل بوينت برضو لها كوردينيات اكس وواي وزد. او ممكن نسميها بالنوتيشن مختلفة مثلا. ممكن نقول اي وبي وسي. بعد كده هنبدأ بقى ان احنا نفصل اه دي لوحدة. هناخد مسلا هنا الاكس. والواي والزد لوحدهم. تمام? اه والاكس نو. والواي نو. والزد نو. الخدم لوحدهم. الكلام ده هيكون بيساوي. التي والبوينتس الكوردينياتس بتاعت البوينتس اللي موجودة على التي اللي هو برضو اي بي سي. خد بارك ده كله احنا بنحاول نطلع الخاصة باللاين اللي موجود في الفراغ او اللي موجود فيه سري دي سبيس. بعد كده هنحتاج ان احنا نجيب الاكس والواي والزد دي ناخدها في في ترمي الوحدة. عاب عندي هنا اكس. واي. اتمنى تكون بتكتبه وراي يعني الكلام ده. اكس واي زد ده هتساوي. اكس نو. واي نو. وي زد نو. تمام? زائد. التى مضروبه في ال ا ا ا ا بي سي. تمام? انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا جبت الاكس واي وزد دي بترمي لوحدها. فمن هنا بقى نبدأ نطلع بتاعنا. ممكن نكتبهم فوق هنا. احنا عايز نطلع الاكس. الاكوشن خاصة بالاكس. والواي. وكمان الزد. الاكوشنز او الاكوشنز اللي هم بيعملوا بتاعي فيه الاكوشن. اللي احنا بنقول عليهم فبالنسبة الاكس. الاكوشن خاصة بالاكس يعني هتكون عبارة عن الاكس نو. اللي الاكس نو دي. تمام? زائد الا مضروبة في التي. يعني هضرب التي جوة مرة في الاي ومرة في البي ومرة في السي. فبهنا اه زائد الاي مضروبة في التي. بالنسبة للواي هتكون عبارة عن الواي اه بالنسبة للواي هتكون عبارة عن الواي نو اللي هي دي. زائد البي مضروبة في التي. وبالنسبة للزد هتكون مبارا عن الزد نو زائل السي مضروبة في التي فده دول كده بيمثله الخاصة باللاين في السري دي احنا جبناها جبنا دي بدلالة الفيكتور التاني ده اللي هو مواز بالزبط للفيكتور ده تمام فطبعا القيمة بتاعت التي دي هي لو دلنا نطلعها هنبدأ ان احنا نعمل لللاين بتاعنا والتي هنا هي هي قيمة متغيرة ممكن نعاوض عنها باي باي فاريبلز يعني. يبقى التلاتة دول هما لللاين اللي اسمه اللي هو بيمر بالنقطة وكمان برالل ده او الفيكتور ده اللي هو ام. فدي نفس اللي هو هنا يعني كتبها بشكل مختصر جدا ما شرحش الموضوع بس انا حبيت اطلع مع حضرتك او لللاين بتاعنا في السري دي تمام? اه فهنا طبعا هو كاتب على شكل دي وهنا الاس ده اللي هو بقى القيمة المتغيرة انا كنت بقولك عليها احنا هنا هو هنا مسمها اس احنا هنا كنا بنسمها تي لو انت فاكرة يعني تمام? فالتي دي هي قيم متنوعة او متغيرة. زي ما هو هنا كاتب كده. تمام? طيب اه يبقى احنا كده اتكلمنا عن واعرفنا الفاري ما بينهم وتكلمنا عن الخاصة بي لاين. طيب اه هنا بقى بيبدا يتكلم عن البرامتر كيرو. بيوضح لك الفاري ما بين الفيرست اوردر والسكند اوردر اللي هو الكوادراتيك وكمان السيرد اوردر اللي هو الكيوبك. هنا طبعا لو انا عندي اه لو انا عندي اكويشن بالشكل ده مش هتلاني هي مرفوعة لاي قص يعني بتاعها هنا اه بوان. تمام? لذلك لما اجي اعمل فيجولايز للايكويشن دي لو انا عوضت باية ارقام هتلاني دايما بتعمل انما مسلا لو احنا جينا اه جربنا مسلا بدل الاكس واحد نخليها اه قص اتنين مسلا فاتلا انها بتعملك الكوادراتيك اكويشن اللي او سوري الكوادراتيك فونكشن اللي قدامك دي لو احنا مسلا خليناها قص تلاتة اتلاها ان هي بتعملك الكيوبك اه فونكشن. فقوة هنا مسلا بيتكلم لو انا عندي تي بوت او اللي هو بتاع الشاي وعايزين احنا نعمله يعني مسلا عايزين نطلع الكنتورز بتاعته. فلو احنا انا استخدمنا اه مش هتنفع لوحدها يعني يوصل مسلا لو احنا استخدمنا اي بقى سواء مسلا مرفعه لقص تلاتة او قصة اربعة اي ان كان بقولك ان اه في العموم مش هينفع استخدمه عشان اعمل لأي اوبجيكت مسلا الشكل بتاع كومبلكس زي بروكلش ده كده ففي الحالة دي عشان يعني حالي المشكلة دي وقدر اعمل له هادر اه هاتطر ان انا استخدم اكتر من اه كيوبك كورفز مع بعض فهتلاقي مسلا بتاعتنا بتبقى حاجة بالشكل ده بيكون عندنا هنا زي ما هو وضح يعني الكورفز هنا فبيكون عندنا هنا الكوادراتيك وبيكون عندنا الكيوبك مهم ان هو بيفضل يزود في الوردرز وبيستخدم اكتر من اوردر مع بعض مش سنجل اوردر عشان يقدر يعمل فيتنج ده فهتبصي هنا مسلا هتلاقي ان انا مسلا عندي اه يعني هنا اللاين اللي هو باللون الاحمر الخفيف ده هو عامل فيتنج لحد ما كويس بس مش بيرفكت اوي يعني هو مش جاب بالزبط زي الصورة بتاعت الكونتور اللي شفناه في البداية هنا مسلا بيكون اه بيقولك ان ده دول برضو عاملين اهو يعني لحد ما بيجيبه الكورفز بتاعت بشكل كويس ولكن برضو محتاجين ان احنا نستخدم هنا بقى اللي اتكلمنا عنها في البداية اللي هتخلينا عامل دي كلها على بعض بحيس ان انا اخليهم كلهم اكلهم اه خط واحد فهنا بقى بيبدأ يتكلم عن المشكلة اللي احنا ذكرناها من شوية وقولتك ان احنا هنا عندنا اكتر من كورف ولكن الكورفز دي مش مع بعضها فعشان نخليها مع بعضها بنستخدم الكورف اللي هو بيكون في منه والسي زيرو والسي وان والسي تو انسو ان فالفكرة هنا بقى ان انا بيكون عندي كورفز كورف وان اللي هو باللون الازرق الاخدر والاثنين فيه مبينهم زي ما انتشافها كده في بوينت بطربط två كيفيف مع بعضهم فطالما فيه بي بوينت تربطingt två كيفيف مع بعضهم دول بروح ابص على ابص على التقاطع بتاعهم ده باشوف هل التقاطع ده مثلا عامل جاب لا اول حاجة هو مش مافيش جاب ما بينهم مافيش جاب بين قدامي طب دي قول حاجة داني حاجة هل تقاطع ما بين. ما بين ليه نحنا كبشر لما بنبص عليه لما يبص مسلا على الحتة دي كده. هناخد بالنا ان هم ملحمين في بعض ولا مش ملحمين في بعض. لا احنا هنا طبعا واخدين بنا ان هو ملحمين في بعض يعني اي حد يشوفهن هيقولك ان دول مش كروف واحد فطالما اي حد هيلواحظ ان هو هنا ما بينهم يعني بين كده بالشكل ده يعني تحس كده ان هي مش يعني تحس يا هنا كده اللي هي شاربن شوية فاذا في الحالة دي بنقول عليها طب امتى نقول عليها لو ما كانتش الكسرة اللي قدامنا دي يعني هيبقى مسلا ما عمل لهم على بعض واحنا بعيننا المجردة مش هنعرف يعني هما مسلا كانوا الاتنين كانوا نفس والحتة دي كده مش باينة يعني مسلا ما بينهم غير واضح لما بنبص علي بعينينا ففي الحالة دي بنقول عليه السي اه وان كونتينيوتي فازا ما هو كاتب كده بالظبط بيقولك ان التو كيرفز بيتقابلوا ولكن اه زيروز اكينك كينك دي معناها ايه معناها ان احنا هنا قادرين نميز ان هو هنا اي نعم ما فيش جاب ما بين التو كيرفز ولكن اللي تنمش سموس اوي مع بعض مش متدخلين مع بعض بحيث ان احنا نقدر نعتبرهم ككيرف واحد. فدوات معناه ان هو يعني طالما هنا في كينك يبقى معنا كده ان او المماس لو احنا مسلا جينا هنا جيب المماس بتاع كل او هنا طبعا ده كده النقطة دي بالنسبة للكيرف الازرق وتعتبر الاند بوينت. وبالنسبة للنقطة اه سوري والنقطة دي اللي هي بتعمل اه هنا مع الكيرف ده النقطة دي بالنسبة للكيرف تو دي كده تعتبر الستارت بوينت. تمام? يابقى دي الستارت بالنسبة للكرف ده والاند بالنسبة للكرف التاني ده. فطبعا لو جينا نجيبي الماماس او اللي هو يعني بتاع كل هنا. اللي هي الاند بوينت للكرف ده والستارت بوينت للكرف ده هتلاقي للاثنين نوت فمعنى ان هو نوت ايكوال يبقى كده خلاص فيه يعني ايه? يعني احنا خلاص ملاحظين بعينينا ان هنا فيه اه مش كورف واحد. تمام? هنا طبعا بيوضح لك الدنيا اكتر هو على عكس مسلا الرسمة اللي فاتت هتلاحظي ان هنا لو احنا مسلا غيرنا ممكن تلاحظي ان هم عبارة عن كيرف واحد يعني احنا خلناهم نفس اللون لو الاتنين دول نفس اللون هتلاقى هتقولي بص انت كده بعينيك المجردة هتقولي ده الكيرف واحد ولكن هنا او المماس مش مظبوط قوي يعني تحس برضو ان الكيرف اللي هو باللون الازرق ده طالع لفوق سنة صغيرة ولكن هو هنا يوصد يوضح لك يعني معنى السي وان كونتينيوتي السي وان mit معناها طرح ما انا عندي ما معنى ان انا اقولك عندي سي وان كونتينيوتي يعني اللي عندي ما عملهم بشكل كويس جدا وما فيش اي اجاب ما بينهم ولا هيبصو لهم هيقول عليهم انهم معبارة عن كيرف واحد بس فهو انا بيقولك ان التو كيرف دول هو معبارة عن سي وان كونتينيوتي لان هم بتاعتهم او المماس بتاعهم لو انا رأيت عندهم النقطة دي بالزبط. وجيت اجيبي المماس اللي هو هنا اللي هو بيمثل طبعا المماس بيكون على النقطة بالزبط بيكون اعمل معاها كده. وتحت برضو بالنسبة للتاني. فهتلاقي ان الاتنين بتاعتهم آآ بيكونوا متساويين يعني. ففي الحالة دي بنوال عليهم اللي هما وده اللي احنا بنستخدمه بقى عشان مثلا لو انا عندي الشاي بالشاك ده كده. وعايز اعمل ميرجنج. انا الموضوع كله انا اعمل يعني. عايز اعمل بقى ده يعني اخلي بتاعتي تعمل مودلينج او فتنج على بتاعت الابجيكت. تمام? فانا اجيب مسلا اللاين ده. الوالبينك ده. واطلع هنا اعمل هنا سي وان كنتينيوتي. واعمل هنا سي وان كنتينيوتي. بحيس ان هم في الاخر يبقى دول اك انهم مكرفوا واحد والاتنين متساويين بالزبط. ما فيش ما بينهم جاب. وهي التانجت التانجت بتاعتهم متساوية. اللي هو او المماز بتاعه. وبرضه ممكن نستخدم كنتينيوتي اكبر من كده. بدلا ما سي وان مثلا نستخدم سي تو. زي ما هو هنا بيوضح يعني. ولكن بيقول لك اه ان ديت يعني مش بتستخدم شكل بير. ومش بتكون مفيدة قوي يعني. فاتمنى كده تكون انت عرفت الفرق ما بين السي وان كنتينيوتي والسي زيرو كنتينيوتي. ما تنسيش طبعا ان هنا دي عشان اعمل يعني لاي كومبليكس شيب مسلا زي ده كنا بنستخدم مش ما نفعش ان انا استخدم هو آآ 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 قصد يعني اللي هو مسلا يكون عندي واحد فقط اللي هو آآ زي اللي احنا كنا بنعمله ده. يعني مسلا ما نفعش ده كده يعتبر لان بطابة اتنين. وده برضو ولكن ما نفعش استخدم واحد فقط. لازم يكون عندي اكتر من على بعض. زي مسلا دي اللي احنا اتكلمنا عنها. تمام? طبعا الاكوشن دي مكتوبة بشكل لينير ايه. فآآ آآ قصد يعني مكتوبة بالشكل كده اللي هو آآ كاكوشن وفيها بص وهكزا. ممكن ما الاكوشن دي نكتبها بشكل تاني يعني على شكل ميتروكس. يا دي سوري دي دي خد يبالك ما تعتبرش لينير. لان اللينير بتعمل لي كده بس. انما دي كده تعتبر بلونوميال. طالما انا رفع القص كده لاتنين وثلاتة. فتلاقي ان هي بتعمل لي مسلا بالشكل ده كده. فهو لسه هنا بيتكلم عن وبيعمل بقى اللي انا قلتلك عليه. بيبدأ ان هو ياخد اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل بتاعتنا او سوري بنعمل اللي عندنا. ونطلع يعني وبعد كيف نطلع عشان نخلي كلها تكون عاملة مع بعض بشكل كويس. فهو هنا دي دي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في وتلك ان هي كانت عندنا اسمها تي. مهم من الاس دي هي قيمة متغيرة يعني. اه وفي الغالب بتاعها بيكون ما بين الزيرو والون. المهم ان هو هنا هيبدأ ان هو بقى يجيب دي وحاولها الميتريكس هياخد طبعا هو انا في الاول كان انا ملحوظة ان اي اي تحته اه شرطة واحدة فده اي اعتبر تحته شرطتين يعتبر اه واللي ما تحتوش حوى خالص يعتبر او نمبر زي الاس كده. فدي الفيكتورز اللي موجودة عندنا اللي هو الاكس منو والاكس وان والاكس تو والاكس سري اللي هم موجودين هنا يفصلهم لوحدهم في متريكس وعبارة عن صفح واحد في اربعة عامدة وبعد كيه ياخد الاسات بقى اللي هو الاس سري والاس تو والاس وبعد كده هنا هيحط اه الواحد اللي هو الفاكتور بتاع الاكس اه اه او الاكس زيرو وهيحط هنا في ده اه وبالتالي طبعا لو احنا اخدنا اه طبعا نقدر نضرب اصدول في بعض ونرجع الاكوشن دي تاني يعني مثلا لو اخدت هنا الاكس نو ضربتها في الواحد اهديني اكس نو اه بعد كده الاكس وان في الاس اهديني اس اس اكس وان تمام فنقدر نرجع الشكل ده تاني يعني المهم ان هو هنا كتب على شكل مش اكتر وبعد كده هنا كتب الاكوشن بشكل مختصر هيقولك ان الاس هتساوي اللي هو الفاكتورز اللي هنا فطبعا هنا اه دي دي كده تعتبر بقى هو انا حاطتلك شرطتين هو تحت السي زي ما هو قال في البداية ان دي اه ده كده السي اللي هي تعتبر وهنا طبعا الكيو دي اللي هي برضو تعتبر اه وهنا الاس اللي جوه دي هي سكيلر او نامبرز يعني تمام فهو هنا بيسأل سؤال بيقولك لو البيو في الاس دي فضلت ان هي تتغير او اه يعني بيحصلها موفينج اوبر تايم يعني مع الوقت فضلنا نعود بكذا القيمة للاس والاس مسلا كانت ما بين الزيرو والوان فلا يحصل ان هتلاقينا شكل الكورف بيختلف يعني احنا عملين نلعب في بتاعت الكورف اللي احنا بنقول عليها عملين نغار فيهم فبالتالي شكل الكورف بتاعي يختلف بعد كده هيبدأ بايا اعمل للكونترول اللي هو زي ما قلنا كده الكونترول احنا بنعمل في الكورف بتاعنا نفسه اللي احنا عملنا له من خلال دي يعني اه فهنا هيدخل جديدة اسمها ام اللي هي دي برضو بتساعد ان لما اجي اعمل لو نرجع مسلا للرسمة دي لما اجي اعمل اه بتوعي اللي هم مسلا بيكونوا بالشكل ده انا اهمني المعلومة اللي قلتلك من شوية ان لما اجي بص كده بعين المجردة على ما لاحص ان هم اصلا عبارة عن انا عايز اعايزهم قدامي كده يكونوا واحد يعني تمام يعني الحتة الشاربين دي كده مش عايز اخد بالي منها ففي الحالة دي بقى بنستخدم هو بيزبط الحتة دي بيزبط هنا يعني فدي اللي هو بيستخدمها عشان يعني على اه الجزئية الخاصة بالجويننج ما بين فمن خلال الام دي بنقدر ان احنا نتحكم في اه شكل بتاعنا او اللي احنا بنعمله ما بين وانا ابقى بيتكلم عن الجي ان هي عبارة عن اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل للكرف اللي احنا او عشان نعمل بتاع الكرف بتاعنا اللي هي الماتريكس دي تمام يعني بنعمل بتاعنا يعني فالمهم ان احنا انا بنطبق دي خد بالك دي اللي هي اللي قدامنا دول اللي هو الجي والجي والم والكيو والسكيلرز اللي جوه هنا هم اصلا في البداية كانوا عبارة عن دي عشان ما تلغبطيش يعني فالاكوشن دي احنا اخدناها وفكناها حاولناها بعد كده دخلنا عليها متريكس جديدة خاصة عشان بس نعمل بتاعتنا ونخلى عملية تكون كويسة ما بين ما بين اللي موجودة بعد كده هيبدأ يتكلم عن آآ طبعا موضوع دوت فكرته بسيطة جدا انا عندي اللي هي خاصة طبعا دي بتتكتب بتتكتب بشكل برضو زي اللي احنا كنا شفناه هنا كده تمام ولكن هو هنا كتبها على شكل على طول يعني هو اخد المعاملات المعاملات بتاعت الموجودة وكتبها هنا في على طول المهم يعني دي هي الخاصة بنعوض فيها بالبوينتس آآ اللي هو الستارت بوينت والاند بوينت والستارت تانجت والاند تانجت وبنبدأ ان احنا نرسم هي ما بتعملش ما بتعملش اي حاجة غيرا انا بعوض هنا بالقايمة المجهولة وبطبق طلعلي الكربز اللي قدام دي فانا هنا مسلا عندي كورفز الكورفز الاول اللي هو c1 اللي بالنونة الازرک ده والكورفة التاني اللي هو c2 اللي بلونه الاحمر تمام؟ عايز اعمل لهم اخد ايبالك في البداية اصلا ما بيكونش عندي الكورف ده انا في البداية بيكون عندي two point زي ما قلنا بيكون عندي الستارت بوينت مسلا بحددهم كده في الاسبيت في الاسبيت بشكل رانضم يعني. فممكن اقول ان دي بوينت. تمام? وآآ دي بوينت مسلا بالنسبة لأول كيرو. وده هو او المماثل اول يعني بالنسبة للبوينت دي. وده التاني. فبس انا دايق فيني عشان ارسم كيرو. يكون عندي اللي هو هنا مسلا زي ما بيقول البي زيرو. تمام? والبوينت التانية اللي هي البي وان. اللي هو المماثل اللي موجودين عندنا دول. تمام? فمجرد ما انا حددتهم بلا ان طبعا باخد دي وعود باقي هنا في بيبدأ ان هو يرسم الكيرف ده. وطبعا الكيرف لما بيجي يرسمه بيكون في الاتجاهة بتاع التانجنت. يعني هنا الاتجاهة بتاع المماثل لفوق وده مسلا لفوق. فلذلك الكيرف بتلاقي لفوق كده. فطبعا انا اضر العف في الشكل ده بقى اضر اعف في شكل الكيرف ده من خلال انا بعمل في الانتربيوليشن في الكنترول بوينت. فين الكنترول بوينت اللي موجودين عندنا اللي هو البي زيرو والبي وان. يعني انا اغغارت مكانهم وقضت البيوينت دي مسلا سحبتها هنا. فلان هو اه شكل الكيرف اتغير. نفس الكلام بالنسبة للاين التاني اللي هو او الكيرف التاني اللي هو باللون احمر. انا من انها يكون عندي هنا. وبوينت هنا بحددهم. والتانجنت بتاع كل حاجة فيهم. وبتلاقي ان هو بدأ يرسم للكيرف ده. فانا هنا عندي بقى. عايز اعمل ما بينهم. والجوينينج دوت ما يكونش سايب لاي فراغات. وفي نفس الوقت الاتنين يكون ليهم اهو التانجنت التانجنت بتاع التو كيرفز دول يكون متساوي. كلمنا عن النقطة دي من شوية بالتفصيل يعني. فاناعمل كده ازاي? عن طريق سي وان كونتينيوتي. فهو هنا بيسأل ازاي ان احنا هنطلع على سي وان كونتينيوتي? هنجيب المماس اللي هو التانجنت يعني بتاع البوينت هنا مسلا بالنسبة للكيرف الازرق. وبرضو التانجنت هنا بالنسبة للكيرف الثاني اللي هو الاحمر عند اخر بوينت. ونخلي التو تانجنت او التو مماس دول يكونوا بيصاوي بعض. نخليهم الاتنين اقوال. يبقى احنا كده عملنا سي وان كونتينيوتي. طيب ازاي برضو? هنطلع او المماس دهات من خلال يعني مسلا هو انا حاطيتك اخزامبل اهو بيقولك ان احنا مسلا عندنا دي اللي احنا كنا شفناه فوق من شوية. اللي هي كانت اه دي. فهيبدأ بقى يطلع فهنا وبيكون عبارة عن اللي موجودة عندنا. اللي هو مسلا اخد او اه والواحد كل دهات هعمل اه اه بمعنى مسلا انا هاجي مسلا اخد الاس اعمل له فلما اجي عمل للشكل ده بالتلاتة بتنزل قدام بعد كده بنقص من القص واحد فيبقى تلاتة اس سكوير هنا برضو نفس الفكرة اللي اتنين هننزلها قدامها بنقص من القص واحد باتنين اس والاس بتاعه بيكون بواحد والواحد بتاعها هيكون بزيرو فده كده اعتبر التانجن. فهنا اه كتب بقى دي الاقوشن بتاعتنا دي البوينتس اللي كانت موجودة اللي هي السكيلرز العادية اللي هو الاس والاس تكعيب والاس والاس الاثنين والاس والواحد ودي ودي القيم اللي احنا نصلا مطلعينها من الدريفاتف فهنا طبعا بقى بيقولك هنبدأ نعوض عن الاس انا اقولت لك من شوان الاس بتكون فرينج ما بين الزيرو والوان تمام اه فهنا يبدأ يعوض بقى عن الاس مرة بزيرو ومرة بوان فهنا هو تعوض عن الاس بزيرو وبوان وهنا بالنسبة للدريفاتف برضو اللي هي البي داش وفي الاس تعوض مرة عن الاس بزيرو ومرة بوان ودي الجي نزلة زماهية تمام والام اللي هي الماتريكس الام دي وهنا اه الكلام ده اللي هو الاس والدريفاتف بتاعه كتابهم هنا مرتين فهيبدأ يعوض هنا عن الاس بزيرو هيدينا هنا الكولوم ده تمام وبعد كده هنا هيعوض عن الاس بواحد هيددينا الكولوم التاني ده وهنا برضو هيعوض عن الاس برضو هنا بزيرو فهيدينا هنا الكولوم ده بس اعتقد ان هنا دي غلطة يعني مفروض الواحد في صفر بصفر فده يبقى صفر هنا هيعوض عن الاس بواحد فهيدينا هنا الكولوم ده وطبعا مش شرط ان احنا نعوض بزيرو او وان فقط المهم ان الاس ديها قيم متغيرة اه بتكون ما بين الزيرو والوان وبنجي نعوض هنا بنطلع بيكون عندنا اللي هو الاكس سوري اللي هو الاس اه والاس ده او بنروح نطلع بتاعه اللي هو بيكون عبارة عن وبنبدأ نجي نعوض بقى في بتاعتنا اه اللي هي الاكوشن دي ونطلع هنا اه طبعا بنعوض بالاس بزيرو والاس بوان وبنطلع هنا اللي قدامنا دي بعد كده هن هو هيكانسل التهو ترمز مع بعض اللي هو اه طبعا ده اخر شكل احنا وصلنا له هنا اللي هو الشكل ده هو كاتبه هنا تاني وبعد كده بقى هيبدأ ان هو يطير التو ترمز دول مع بعض وهيقول لك ان الاي هتساوي اه بقول لك الاي دي طبعا نختصر لايديديدي ماتركس يعني بس دي مش مش ايدنتيتي قوي لان الايدنتيتي مفروض الديجنا الكله بيكون بوحيد يعني مفروض ده يكون واحد وده يكون واحد عشان قادر اقول عليها ان الميتريكس دي هي Motion Matrix. المهم يعني ان هو هنا طلع دي. اه بقولك ان الميتريكس اللي هي الم المتريكس دي. اللي احنا طلعناه من هنا. وبعد كده هيجيب الم يطلعها بره وطالما طلع بره. يبقى ياخد هنا بتاع الميتريكس دي. تمام? يبقى ده دي كده اللي هي الم بتاعتي. او المتريكس انها ايه. فدي نتيجة والام اللي قدامنا دي ما تنسيش هي. لو رجعنا تاني في الاول كان قال ان الام اهي هي يعني. تمام? وقلت لك ان معنا ان احنا بنعمل اه مع بعض بتوع الكيرفز. عندي مثلا كيرف كده. وعندي كيرف تاني جاي كده. فانا مش عايز القصرة دي تباني. يعني القصرة او الحتة الشاربن دي مش عايزة تباني. عايزة تكون بشكل سموس. فلازم اطلع هنا والتانجنت هنا. ونبدأ نخلي بيكونوا اكوال. وفي الحالة دي بقى بانا كده عملت سي وان كنتينوتي. يبقى خلاصة الموضوع الخاص به. ان انا بيكون عندي لازم يكون عندي ولازم يكون عندي اللي هو اه المماس لكل فبنان بقى على عندي مسلا بوينت ايه وبوينت ايه. وعندي بتاع دي مسلا في الاتجاه ده اللي هو المماس. والتانجنت هنا بتاع دي في الاتجاه ده. فهو دي. احنا كنا شفناها بتاع اللي هي في الاول دي. فين? اه اللي هي بتكتب بشكل او حتى بتكتب على شكل اللي هي دي كده. لما بعوض فيها بالستارت بوينت والاند بوينت والتو تانجنت اللي احنا افترضناهم اللي هما بصين لفوق دول فهتلاقي ان هو الالجوريزم لما بعوض يعني في المتريسز واضربهم في بعض بتلاقي ان هو بيرسم لي كيرف بالشكل ده كده. تمام? يبقى ده هو خلاصة الموضوع بتاع الهيرمت. تو بوينت وتو تانجنت ويبدأ ان هو يعمل لي الكيرف ده. وطبعا الكيرف ده وتبقى اقدر عمل فيه او يعني اتلاعف في الشكل بتاعه من خلال ان انا حرك البوينت دي. وكمان ممكن يكون عندي كيرف تاني جاي كده. واعمل لهم طبعا بيكون عندي برضو الاند والستارت دي. برضو بيكون عندي وبعمل لهم بقى ميرجنج اه بناء على التانجنت. بعد كده بيبدأ يتكلم بقى عن الالجوريزم التاني اللي بيخلناها برضو نعمل وهو البيزير كيرف. فكرة البيزير كيرف ان هو بيخليني اتحكم في الكيرف بتاعي ان جينيرال. بمعنى ايه? من شوية لما اتكلمنا عن الهيرمت كيرف كنا بنتحكم او بنعمل بنعمل يعني جينيرات الكيرف من خلال تو بوينت وي تو تانجنت. انما هنا ممكن نعمل جينيرات الكيرف باي عدد من البوينت. اسم الشرطه تو بوينت بس. فهو هنا بقى بيتكلم عن ان هو احنا نقدر يعني نعمل على دي كده بمعنى ايه? بمعنى ان هو بيشتغل بشكل يعني مسلا لو انا حددت مجمومة وبعد كده سمت الكيرف بتاعك وعايز اغير في شكل الكيرف ده لو انا حركت اي موجودة عندي في الكيرف هتلاقي انه بيغير في الشكل بتاع الكيرف ككل. على عكس اللي احنا هنتكلم عنها بعد شوية. لما ماجه مسلا احرك في بتلاقي ان بيحرك جزء معين من الكيرف. انما ده بيشتغل بشكل يعني ايه? يعني اي بوينت هتتحرك هتلاقي الكيرف كله شكله بيختلف والفاليوز بتاعت البوينتز كلها بتختلف. فدي هي الخاصة بيه اللي قدامنا دي اه بنحتاج بس عشان نعمل بيزير كيرف ان احنا يكون عندنا اه مجموعة من البوينتز هنا بي اوف زيرو دي بيسميها الستارت بوينت وعندنا ايه زيرو اللي هي الابروكسيمايتد بوينت او بنقول عليها برضو لها اسم تاني اللي هي الكنترول بوينت اه والاي وان برضو تعتبر كنترول بوينت او ابروكسيمايتد بوينت اه والبي وان هي الاند بوينت فالكيرف بتاعي بيبدأ من عند الستارت بوينت وبيمر بيه التو كنترول بوينتز دول بس اه مش 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 معنى ان انا قلت بيمر بيهم ان هو بيكون الكيرف عليهم بمعنى هنا مسلا لو كنت بصيتي على الكيرف ده اللي هو الكيرف اللي بنوني الازرق ده كده تمام? اتلاقي ان الكيرف ده بيمر بالنقطة او الستارت بوينت بتاعته يعنيي وف زيرو والاند بوينت بتاعته هي طبام? والكيرف لما بيجي يعدي او بيجي بتيع lone عامل يعني من خلال اللي قدامنا دي او المترسز اللي قدامنا دي بتلاقي ان هو بيعدي من وبوينتز او يعني بيكون كده في دستانس ما بينه وما بين الوT الي هي الكنترول بوينت او الابروكسيمايتت اللي هي الازل saben هوا مش بيمشي عليهم بالزبط مش زي اه هوا اللي احنا شرحنا من شوها ما كانش فيه اكتر من يعني اللي هو الهيرمت. الهيرمت كان فيه وخلاص وبيرسم ما بين البيينت دي وال والاند بوينت. انما هنا بيكون عندي اي عدد من البيينتس. والكيرف بتاعي بيبدأ من الستارت. ويروح عند الاند من غير ما يعدي بشكل كده على الكونترول او الابروكسيمويتد بوينتس. فزي ما اتكلم في البداية وبيكون عبارة عن بيزير بيزير كيرف فاميلي بمعنى ايه? بمعنى ان دي ممكن تكون مسلا على شكل كوادراتيك. يعني يكون معمل لها كنترول بوينتس. سيكون عندي كنترول بوينتس اللي هو يكون عددهم تلاتة اللي هو مسلا بي زيرو دي كده والبي وان مسلا اللي هي اه البوينت اللي في المنتصف اه زي هنا والاة وان ولكن في حالة في حالة الكوادراتيك بيكون عندنا واحدة بس وبيكون عند الاند بوينت بقى اللي هي المهم يعني ان هو هنا البيزير كيرو بنقدر نمثله على شكل كوادراتيك وبيكون لي هاسي بوينتس او نمثله على شكل كيوبك وفي الحالة دي بيكون لي فور بوينتس زي الشكل اللي قدامنا ده كده اللي هو بي زيرو والاي زيرو والايوان والبي وكوان طبعا فهنا كاتب لك بقى الملحوظة دي ان انا طبعما في عنده تو بوينتس في التو كيروز دول بيتقابلوا مجرد بس ان هم متقابلوا وما فيش ما بينهم اي جابز ففي الحالة دي بنقول عليهم انما نقدر نقول عليهم سي اه سوري بنقول عليهم سي زيرو كنتينوتي يعني اوكي عاملين مع بعض ولكن مش قوي في كده حتة شرب ما بينهم بتكون بينة عند بتاعهم يعني تمام انما موضوع ان انا اقول عليها اقول يعني ان اه لو انا عندي مسلا او عندي كيروز اه تو كيروز عاملين جوينينج مع بعض وعايز اقول مسلا ان الجوينينج اللي ما بينهم ده هو عبارة عن اه سي وان كنتينوتي زي الحتة دي كده بالزبط هتلاحظي هنا لو مسلا جينا مساحنة هتلاقي ان تو كيروز يعني لو تو كيروز دول خدوا نفس الكالر اللي هو الازرق والاحمر لو الاتنين مثلا لونهم ازرق فهتقول ايه ده هم كيروز واحد لان هنا الحتة دي يعني ممكن ما تكونش باينة قوي هو انا بس عاملها بشكل خشن شوية اللي هي الشورط اللي بالنون الاحمر دي المهم يعني ان دي كده على حسب ما هو كاتب بيقولك ان هنا طلامة دول اللي هو في بوينت هنا في الكيروز اللي هي وفي بوينت هنا في الكيروز اللي هي والاتنين كانوا عبارة عن كو لينير زي ما هو كاتب كده كو لينير يعني ايه يعني الـ 2 point is اللي هي النقطة دي والنقطة دي موجودين على نفس اللاين وما فعلها موجودين على نفس اللاين والـ 2 point is على مسافة واحدة من الـ point دي اللي هو الـ join بتاع dos curves يعني طلاقة الـ 2 point love аof 1 والـ Aof 0 على مسافة واحدة من الـ join اللي هو الجزء ده بلتحديد والاتنين كانوا كو لينير على نفس الخط. زي ما هو ما فعلا دلوقتي على نفس الخط. ففي الحالة دي اقدر اقول على ده اللي هو عبارة عن وهو ده المطلوب اصلا عندنا يعني ان احنا نخلي معملهم على بعض بشكل كويس عشان نقدر نفت بتاعتنا بشكل كويس. نطلع بتاعتنا يعني. فهو الاختلاف ما بين البيزير والهيروميت ان احنا هنا في البيزير كيرف بيكون عندنا اكتر من بوينت. تمام? اه وبنوعنا عليها بنعمل الكيرف بتاعنا. ولو انا غيرت بقى يعني لو انا حركت اي بوينت من مكانها. لو انا خدت الاي وفي زيرو دي وخليتها مثلا هنا. فهتلاقي ان شكل الكيرف كله اختلف. الكيرف ده اللي هو بالازرق ده كده. هتلاقي ان هو اه شكله اختلف. فنفهم من كده ان هو البيزير كيرف عبارة عن جلوبل. اه يعني بيتحكم في جلوبل اه جلوبل يعني ايه? يعني هو بيتحكم في شكل الكيرف ككل من خلال ان انا احرك بوينت واحدة فقط. يعني اي بوينت احركة من هنا هتلاقي شكل الكيرف كله بيختلف. على عكس البيز بلايين. يبقى احنا هنا كده في الحالة دي اقدر اقول مسلا لو اتكلم عن الكيرف اللي بينهول احمر ده ان النقطة دي اللي هي البي اوف زيرو. والنقطة دي اللي هي البي اوف وان دول كده يعتبروا اه اللي هما يعتبروا الستارت والاند بوينت ودول كده اللي انا بتحكم فيهم دول الابروكسيمواتي او الكنترول بوينت اللي بيخلوني اتحكم في بتاع الكيرف. فدي نفس تاني بيكترها اللي هي الخاصة بيه البيزيار كيرف. دي اللي احنا من خلالها بنرسم الكيرف بتاعنا وبنتحكم في الشيب بتاعه. ودي الميتريكس الخاصة بالبلندينج. ودي اللي موجودة عندنا اه اللي هي بتكون ما بين الزيرو والوان. وهنا كتب يعني بشكل مختصر من خلال دي. اه فهنا هيبدأ بقى ان هو يدرب التوم تريس يصدول في بعض. ما عملش اي اي حاجة هنا او هنا اه الميتريكس دي هي نتيجة ضرب التوم تريس يصدول في بعض. يعني مثلا ااخد الاس واس تلاتة يضربها في السالب واحد. هدينا هنا سالب اس واس تلاتة وبعد كده الاس واس تلاتة في تلاتة هبقى تلاتة اس واس اتنين وهكزا يعني. فهنا طبعا كل من الاجوشنز اللي قدامنا دي بتعمل لي كيرف. بترسم كيرف. يعني هو هنا اه هنا هعملك الكيرفز ايه? هتلاقي ان هنا عندنا اللي هو كل من هنا هتعمل يعني مسلا الاس سري دي اللي هي هتكون اللي هو التكعبية شوية اللي هي دي كده. تمام? يعني هنا هنا طبعا منعود عن الاس بما بين الزيرو والوان. وهنا معود اه بي اوف زيرو والبي اوف وان. اه او حتى ممكن نعود بخمسة من عشرة. اه كان يعني وهتلاقي ان هو هنا كل من هنا بيحصل لها في جولايز هنا بتمسك كيرف. بعد كده بيبدأ يتكلم بقى عن والفكرة من اللي هو بيكون عندنا كتير بقى. بيكون عندنا كتير. وهي تقريبا نفس بتاعت نفس اهيه. ولكن مع الاختلاف هنا بقى ان احنا هنا بكلها اكتر من اكتر من يعني ممكن بقى هو هنا طبعا حطيت الجي صب جي. الجي ده اللي هو كاونتر. ممكن بقى يبقى بواحد اتنين تلاتة. المهمة دي ماتريسيز هنا وممكن بقى نزود اي عدد من البوينتز هنا. اه فهتلاقي ان هو هنا بيعمل يعني اه كيرفز بشكل كومبليكس اكتر. ببساطة احنا هنا بنعمل كنترول لاكتر من بوينتز بشكل اه اللي هو سي وان كونتينوتي وانت اكيد دلوقتي عارفة عن ايه سي وان كونتينوتي ان هو كل الكيرفز بتكون مع بعضها. فاحنا هنا عندنا فايف بوينتز والفايف بوينتز دول طالما احنا حددناهم بناخدهم نعوض بيهم هنا. طبعا هنا بنحط البوينتز اللي هي بتكون البي وان. وهنا بنحط الاند بوينتز اللي هي بتكون البي وايف وهنا بنحط اللي هما سري بوينتي دول او بيقول عليهم الكونترول بوينتز تمام فمن خلال بقى الكونترول دول بنقعد نلعف في الشكل بتاعنا اللي هو الكيرف يعني اه زي ما قولت كده وبصدم شخص اكبر في الجرافيكس واكذا بتعملي اشكال كربس معينة وبتعوذي بقى تحرك بوينتز دي فبتلاقي شكل الكيرفز بيختلف. وهنا نفس الكلام برضو بيقوله ان هو عبارة عن يعني نقدر نحنا نتلعب في الشكل بتاعه من خلال ان احنا نحرك البوينتس اللي هي باللون الاحمر اللي عملها دي وبالتالي نغير في شكل الكيرو. البيس بلاين برضو نفس الفكرة بكل برضو دي الخاصة البيس بلاين دي بنعود بها في هنا ويبدأ ان هو يطلع لي الكيرو بتاعي اللي هو بيكون بالشكل ده وبنقدر هنا بقى نتحكم في كل كيرو موجودة عندي. يعني مثلا قادر اتحكم في الجزء ده بس ان انا احرك بوينت معينة اللي هي البوينت دي مسلا حركها لفوق فتلاقي ان الكيرو بس الجزء ده هو اللي بيختلف معي شكله بس هو اللي بيختلف. وبرضو هنا بيشتغل زي آآ بيطلع برضو الكيرو بشكل سموس يعني بيكون عبارة عن سي آآ سي وان كونتينيوتي بيقولك برضو ان دهات ممكن يكون آآ او بيكون مفيد بالنسبة لي لو انا عندي نويز معينة آآ نويز معينة في الشكل بتاعي او بقعد مثلا في عندها نويز وعايز احرك الكيرو فبحركه من المكان ده وخلاص يعني. وفي نفس الوقت عملية ما بين كل اللي موجودة عندي او كل بتكون زي ما قلنا يعني وما فيش ما بينهم آآ الحتة دي لما كنا في البداية نتكلم ان احنا عندنا اكتر من كيرو عايزيني من او فبيكون في حتة كده ما بيتبينش ان هم عبارة عن كيرو واحد انما دول هم اكتر من كيرو قدامنا واحنا شايفينهم اكلهم كيرو واحد فده آآ اللي يقصده هنا يعني وده بسبب اللي احنا كنا بنطلعها من خلال او آآ يعني هنا بنخلي ان كل بتاعت الاند بوينت والستارت بوينت بتاع الكيرو الجديد اللي اتنين يكونوا متصوين اللي هو مثلا زي في الحتة دي كده اللي هو بتاع الكيرو ده والستارت بتاع الكيرو اللي بعديه آآ التانجنت او المماسة عندهم بيكون متساوي آآ بعد هنا بعد كده هنا بيتكلم عن الكيرو بتشر اللي هو الانحناء يعني آآ الخاص بي الكيرو بتاعي اللي هو مثلا زي الحتة دي كده طبعا فبيتكلم بقى اللي احنا عندنا مثلا متركس زي دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول ان هي بترسم الكيرو وإلا بنطلع بتاع اللي هو كان عبارة عن الفيرست او او الفيرست دروفاتيب وبعد كده طبعا احنا هنا بنطلع الفيرست او او اللي هو مثلا ممكن يكون التانجنت ده مثلا يعني اللي هو السام ده ولما بنطلع يعني مثلا باخد الشكل ده كده بعمله آآ تفاضل كمان مرة فبيتلاقي ان هو مثلا بيطلع عليه التانجنت حاجة بالشكل ده اللي هو السام ده كده فهو انا بقى بيتكلم ان المجنيتيود المجنيتيود اللي هو يعني بتاع ده اللي هو الحجم بتاع الساهم نفسه آآ بيكون عبارة عن اللي هو الانحناء يعني لو انا عايز اعرف الانحناء بتاع الكيرو موجود فين بالتحديد اللي هو مثلا انا عندي كيرو زي ده وعايز اعرف الانحناء موجود فين اجيب الساكند اوردر هنا فعلي ان المجنيتيود للساكند اوردر او للساكند دريفاتيف هو بيمثل الكارفيتشر اللي هو الانحناء تمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة